اقترح الرئيس الأوكراني بولاديمير زينينسكي منح جوائز للمعلمين الذين فاز طلابهم بمنافسات الألعاب الأولمبية الدولية المدرسية وذلك خلال لقائه اليوم بالمعلمين الحائزين على جائزة مدرس العام وكذلك تلميذ المدارس المتفوقين هنأ بولاديمير زينينسكي الجامعة بعيد المعلم وشدد على الدور المهم للمربين والمعلمين في مستقبل أوكرانيا بالإضافة إلى الطلاب الفائزين في الأولمبياد الدولي سيحصل المعلمون الذين قاموا بتدريبهم على جوائز من الرئيس الأوكراني وأود أن أقول أعزائي المعلمين أولئك الذين علمون المشي في رياض الأطفال والذين تتلمذن على أيديهم في الجامعات والمعاهد الذين علمونا كيف نفكر وبالطبع معلمو المدارس الرائعون أريد أن أهنيكم مرة أخرى بعيدكم من بينها العدل والمثابرة والفضيلة والمعرفة مئة كلمة تعكس قيم التربية والتعليم ضمن مشروع كلمات متقاطعة ضخمة بمساحة ثمانية أمتار مربعة قدمها طلاب مدرسة كيف هدية للمعلمين وضع الأطفال الأسئلة وأجوبتها بأنفسهم وضع الأحرف في مكعبات بخط واضح يمكن الأطفال المصابين بعسر القراءة من قراءته تم نصب الكلمات المتقاطعة في قاعة المدرسة ومن المنتظر أن تدخل موسوعة الأرقام القياسية الأوكرانية بطريقة ما جعلنا لعبة الكلمات المتقاطعة مثمرة وممتعة للغاية في البداية صنعنا الكلمات ثم قمنا بمطابقة هذه الكلمات البالغ عددها مئتين وكلمتين بالأسئلة وكانت الكلمات المتقاطعة مكونة من 1053 حرفا هذه هدية صغيرة وددنا تقديمها لمعلمين الأعزاء الكلمات الموجودة في لغز الكلمات المتقاطعة تعكس قيما مهمة للمدرسة والعائلة والوطن وأهم تلك الكلمات هي الفضيلة والعدل